آخر المستجدات على جبهة حماو تحديدا نتحدث عن بلدة خطاب هذه البلدة التي سيطرة عليها قبل ساعات المعلومات الآن تقول عن مراصد عسكرية هناك قصف مكثف مصدره القوات الحكومية تستهدف بكثافة هذه البلدة بلدة خطاب طبعا بلدة خطاب على وجه الخصوص تشهد معارك كر وفر ليست هي وحدها فقط إنما كل محور ريف حما الشمالي هو محور يشهد اشتباكات عنيفة خلافا لمحافظة حلب إنما هنا المعارك على أشدها اشتباكات يخوضها مقاتلو إدارة العمليات العسكرية تحرير الشام والحلفاء مع النظام هي اشتباكات عنيفة كما قلت ليس الوضع كما كان في حلب حتى هذه اللحظة خارطة السيطرة كل الأماكن التي تقدم إليها المقاتلون هي اللواء 87 ومعارش حور وكفراع وطبعا هناك بلدة خطاب قبل قليل وحلفاية هنا نتحدث عن اقتراب كبير لفصائل تحرير الشام والحلفاء باتجاه مركز محافظة حما طبعا الذي هنا الموقع الاستراتيجي هو موقع اللواء 87 هو جبل محاذي لجبل زين العابدين هذا الجبل الذي يعتبر واحد من أهم الجبال أولا لعلوه وارتفاعه وكذلك لأنه يعتبر مركز معامل للدفاع وتصنيع الذخائر الروسية وكذلك تتواجد فيه أسلحة كثيرة مختلفة الأنواع متوسطة وثقيلة لذا الآن جهود الفصائل العسكرية تحرير الشام ومن معها من الحلفاء تتوجه نحو جبل زين العابدين للسيطرة عليه بشكل مباشر وكذلك تحت التقدم باتجاه مدينة حماة وهنا نتحدث كذلك عن هدف رئيس في هذه العملية وهو مطار حماة العسكري وكذلك هنا كانت قد سيطرت الفصائل بذات السياق على مدرسة المجنزرات هذه المدرسة كذلك التي تعتبر مقر قيادة في وقت سابق للفرقة 25 وعش رين ترجمة نانسي قنقر